مانع وعشرين أحزائران نهار الهروب الكبير سمحني أنه أنا بدي أتصرف شيء أنت مش رضيان عليه لأروع القصص اشتركه هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب قال لي جيبي للغراض جيبي للتليفون شو أعطيكي الغراض و أعطيني هي عبير المتمردة سلمته الغراض أي لما عرف البي صر في فطور بين الأب والبنت بلشت حس حالي مثلوا كأني أنا مراقبة أشعر على طول في ناس عم تمشي دائر البيت هيدا من جهة عبير من جهة الشاب كيف تلقيت عائلته خبر أنه هو حابب بنت من غير مجموعته كمان أكافرة فضل ألي مع أنه أنتو ضمن من لي وحدة هرب من عائلته تركك وحدك لا ظلنا نتواصل بس هو هرب مراقبة على الصبية كل الوقت قررت تتجوزه كيف كنت فيك تظهر من البيت وانت في حصار ومرائب عليك أنا رحت بوقت الترمينال أنا ما فيني أخذ دهويت ما بحصل عليها نهائيا إلا وقت اللي بدي أقدم امتحان وقت الامتحان النمر روح فورا منكتب كتابنا وورائك معك كرمالة قدم امتحان قررت فيها نهار الهروب الكبير 28 حزيران 2005 كان نهار ثلاثة قبل بقى خططت لها نهار قبل يوم أو يومين كيف ما رقوا هاليومين على عبير وهي عارفة انه بعد 28 حزيران رح تكسر وتحرق كل خطوط الحمر كنت أغمر أهلي كتير باوصني كتير أفزع عنه كان عندي حساس أنه ممكن ما أرجع عندي حساس بجوة أنه بده يصير شي غير اللي أنا ما ويد له كيف كنت تقدري تغمري شعور مثلا أنت لما يغمرني مثلا فيه مفور غير لما كان يغمرني قبل بي بيحرمي أخر مرة غمرتين مناوشتين حزيران فقت أول حدا موزته هي كانت غرفتا حد غرفتي أختي رحت لها عند بابا كان نايم موزته كتير كتير وصير موز إذاب وموزت المأموة وطلعت شو قلت له لباية سمحني أنه أنا بدي أتصرف شي أنت مش رضيان عليه وأنا كتير كتير تيرفق زعاني وتيرع تليني هام يجي يوم وما يسبح لي أمك اللي كانت عم بتوضعك على البالكون كانت عم بتقلك مفقب الامتحانات حسيتها مثلك أنت عم بتوداني ما عدت تشوف ومن 28 حزيران 2005 لليوم مرجعت شفتي صار فيه رفض قلت لي بداية الحلقة أنه لما يصير فيه مشكل ضمن المجموعة ضمن العشيرة شيخ العشيرة أو كبير المجموعة أو زعيم المجموعة بيتدخل للصلح للصلح شو فيه يعمل شيخ العشيرة أو زعيم المجموعة لما بنت تطلع عن العداية والتقاليد وتطلع عن الخط وتحرق كل خطوطه عن حمر يصلح الأمور يهد الوضع يكون فيه صلح قادر يصلح كلمته مسموعة أي أو قادر يفرض الصلح أي كلمته كلبي ترجمة نانسي قنقر